ردا على قرار رئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل موجة غضب عارم تسود الأراضي الفلسطينية المحتلة عنوانها الأبرز مواجهات مع قوة الاحتلال وإضراب عام يشل مختلف مناحي الحياة في مدن الضفة الغربية بدى المشهد عنيفا ومفتوحا على احتمالات عديدة مئات الفلسطينيين خرجوا في مسيرات احتجاجية لكن هذه المسيرات سرعان ما تحولت إلى مواجهات مفتوحة مع قوة الاحتلال حيث أقدم عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع على هؤلاء المحتجين تتحدث الأنباء الواردة من هناك بإصابة عشرة الفلسطينيين بجروح متفاوسة الخطورة في قطاع غزة نظمت فصائل فلسطينية فعاليات ولقاءات تدين قرار ترامب في ذل دعوات لمزيد من التصعيد تخرج هذه الجماهير والفصال الوطني والإسلامية لتعبر عن غضبها العارم اتجاه القرار المزمع أخذه من ترامب والإدارة الأمريكية اتجاه القدس لنقول أن هذا القرار يمثل عدوانا على الشعب على الأمة على المقدسات على القيم والمبادئ ويمثل تحديا خطيرا ونحذر الإدارة الأمريكية من غابة اتخاذ هذا القرار في مدينة القدس المحتلة نظم مئات الفلسطينيين وقفات احتجاجية وقفات أكد خلالها المشاركون إدانتهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معبرين عن رفضهم القاطع المساس بوضعية القدس أولا وقبل كل شيء هذه عاصمتنا ثانيا أجداد يعاشوا هنا ونحن الآن هنا لنقول أن القدس هي عاصمتنا أنا متأكدة أن حقوقنا سوف تظهر عبر التاريخ ولن تظل القدس محتلة إلى الأبد في غضون أجواء التوتر التي تطبع مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة تسود مخاوف من دلع أعمال عنف بعد صلاة الجمعة وتتجه الأنظار إلى باحة المسجد الأقصى إثر دعوة حركة حماس الفلسطينية إلى جعل يوم الجمعة بداية لانتفاضة جديدة لحماية مدينة القدس تزامنا مع دعوات التصعيد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا لمواجهات محتملة